الوزارة هتبقى عاملة محور آخر للإيجار للناس اللي مش هتقدر أنها توفر أي مقدمات لا 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 الجملة دي تاني الوزارة هتعمل إيجار بالزبط دي حاجة يعني هنرجع تاني لمفهوم الإيجار والإيجار آه برضو يعني أصلي هو لازم يبقى فيه كده وكده هو طبعا التمليك محبب ومفضل أكتر والناس هتبقى أسعد وهو ده الالتجاه اللي في الدنيا ليه لأنه أنت يعني بتستسمري في حاجة أو بتمتلكي حاجة في هذه البلد وبتمتميلها وبتبقي مسؤولة آه بس في عدم وجود أن أنا ما أدرش أن أنا آآ آآ دخلي لا يسمح أن أنا أجيب عشرين ألف جنيه أكيد آه فدول لازم طبعا برضو يعني طبقة كبيرة ما تخفلش من الدولة فهي الدولة بتعمل برنامج إسكان اجتماعي جديد يمكن هيطلق في الفترة اللي جاية كانت الشروط بتاعته وتوافق عليها مجلس الوزراء السابق يعني بشكل مبدئي كده كان فيها محور للتمليك اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه بالتمول العقاري ومحور آخر للإيجار هتنفزه الوزارة بحيث بقى الإيجارات تبقى في متناول الناس العادية ومش هيدفع فيها إلا الإيجار الشهري ومقدم بسيط بقى يبقى لصيانة العقار عشان برضو حالات العقارات ما تتدهور شاوي احنا محتاجين فعلا هي دي بقى كتنقطة لازم يعني ده كان سؤالي الجاي هو مشكلة احنا عندنا معناش سيونة